ألف المقصورة والألف الممدودة لنتابع جميعاً الألف المقصورة والألف الممدودة تأتي دائماً في آخر الكلمة مثال عصا شكا مستشفى هدى الألف المقصورة تكتب على هذا الشكل والألف الممدودة تكتب على هذا الشكل في المستوى الثاني لن نتطرق لقواعد كتابة هذه الكلمات وإنما سنتعرف عليها فقط في السنوات القادمة إن شاء الله ستتعرفون على هذه القواعد بطريقة مفصلة لكن هذا لا يمنعنا من أن نقوم بشرح مبسط لذلك لاحظوا معي هذا المثال دعا السؤال المطروح لماذا كتبنا كلمة دعا بألف ممدودة وليس بألف مقصورة الإجابة لأن مضارع كلمة دعا هو يدعو يدعو تنتهي بواو إذن هذه الواو انقلبت ألفا ممدودة لاحظوا معي مثالا آخر قضى لماذا كتبنا كلمة قضى بألف مقصورة وليس بألف ممدودة الإجابة لأن مضارع كلمة قضى هو يقضي يقضي كلمة تنتهي بياء إذن هذه لياء قلبت ألفا مقصورة هذا بالنسبة لبعض الأفعال الثلاثية فماذا عن الأسماء الثلاثية؟ نأخذ مثالا لذلك عصى نحولها إلى المثنى عصوان أصل هذه الكلمة واوان إذن فإن الألفا تكتب ممدودة أما إذا كان الأصل ياء فإن الكلمة تكتب بألف مقصورة وكمثال على ذلك نأخذ كلمة مثل مثل فتا مثن فتا فتيان أما بالنسبة للإسم الرباعي وأكثر إذا كانت الألف مسبوقة بياء فإن الألف تكتب ممدودة مثال مثال مرايا قبل الألف هناك ياء أما إذا كان الإسم غير مسبوقة بياء تكتب الألف مقصورة مثال سلوى لاختبار فهمكم أصدقائي أدعوكم لإنجاز الأنشطة الموجودة على كتاب اللغة العربية والتي موضوعها الألف الممدودة والألف المقصورة دمتم سالمين